افتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى يرافقه محافظ القاهرة أعمال تطوير مسجد سارية الجبل بالقلعة جاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميم المسجد بتكلفة وصلت لأكثر من خمسة ملايين جنيه سليمان باشا الخادم أو سارية الجبل هو اسم أو المسجد تم بنائه في الدولة العثمانية عام 1528 ميلادية وقد استغرقت أعمال ترميمه نحو خمس سنوات وتكلفت نحو خمسة ملايين جنيه ليتم افتتاحه أمام زواره العمارة متميزة والفن الموجود يعني كلنا نفخر به أن ده جزء من تراثنا احنا ملتزمين بكافة تجديد كافة أثارنا الإسلامية الموجودة في منطقة القاهرة الكبرى خلال هذا العام الانفاق على التجديد والترميم والصيانة في المجلس العالي الأثار إن شاء الله حيرتفع لحالة 3 مليار جنيه بالمقارنة بمليار ونصف العام المالي الماضي وبالمقارنة بمليار جنيه في العام اللي قابليه المسجد غني جدا زي ما حضراتكم شايفين بالزخارف اسلوب القباب المعماري بتاعه والقباب المعمولة شكلها طبعا غاية في الروعة مغطى كله بالزخارف سواء النباتية أو الهندسية وكتابات القرآنية داخل الصحن أو بيت الصلاة بالرخام الخردة في الصحن الخارجي رخام السادة في صحن المسجد أعمال الترميم شملت إزالة طبقة الملاط واستكمال القباب وترميم العناصر الخشبية والرخامية والنحاسية وترميم النقوش والكتابات الأثرية تم الانتهاء من أعمال الترميم المعماري الدقيق إزالة الاتساخات والتكلسات وظهور الألوان الجميلة والنقوش وتقوية وعزل الأخشاب والشبابيك الجصية المسجد ده اللي فيه 23 قبة شكل دايما المأزانة بتاعته شكل الألم ورصاص المأزانة العندي اللي باصل الارتفاع الـ 40 متر تم يسانطها وتم عمل الكمالات الداخلية للإنتساخات اللي كانت موجودة سواء كانت خارجية أو الداخلية كل ده تم يبقى يدي أبناء المجلس العالي الأصار القباب طبعا نحن عارفين إن هي على مدار السنوات اللي فاتت كان مفؤود مفؤود البلاطات بتاعتها رجعنا الوثيقة الأصلية للون القباب للماتيريا نفسه بتاع القباب نفسه وقدر إنه يصاغ مرة تانية وتستكمل القباب اللي يصل على القباب فيها الـ 22 قبة المسجد له أربع وجهات حجرية ويتكون تخطيطه من قسمين أساسيين هما الجزء المغطى ويمثل بيت الصلاة كما يضم مساحة مكشوفة بين بيت الصلاة والميداء كما يحتوي التخطيط العام على كتاب ملحق بالمسجد إذن ومسجد بني على طراز العثماني الفريد لكنه استمد تفاصيله من الطراز المصري الأصيل ليؤكد على عظمة العمارة الإسلامية على مر التاريخ من مسجد سارية الجبل بمنطقة أصار القلعة أشرف مبارك النيل